اتكلمت قبل كده على اجتماع 10 اغسطس 2012 اجتماع محمد بورسي مع المجلس اعلى القوات المسلحة وحضرتك قلت نصا انه كان اجتماع عاصف ايه اللي حصل في الاجتماع ده فان؟ هو طبعا الله يرحمه راس بورسي جمعنا كمجلس اعلى القوات المسلحة بس ما جابش الناس اللي مش من المجلس المجلس كبهي ناس مش من مجلس بتحضر يعني حكم الوظائف بتاعتها جاب المجلس يعني الرسمي اه وبدأ يشرح الموقف من وجهة نظره هو بس فالمشير طنطالي كان قاعد لا انت انا بل اتكلم اتكلم على الوضع ككل يعني مش ته كان متحيز في رأيه ونحية اتجاه معين يعني وان مصر لازم تدير وان مصر لازم تتعدل فكان اللقاء ما كانش حلو احتمالك درجة اه كان فيه قطيعه في الكلام يعني بس في الوقت ده انا حسيت ان فيه حاجه هتحصل ما فيه مواجهة هتحصل حتى طلعت من الاجتماع الده روح تريحه على مكتبي في اسكندريا على قطعه توقعت ان حاجه هت هتحصف لازم أكون في مركز القيادة يعني وتوقع سيادتك كان في محله لأن القرارات طلقت بعدها بيومين أيوة وتاني يوم على طول الصبح كان فيه تغييراته هتبقى لك